في سياق منفصل رأى أول مشروع استثماري النور منذ عام 2003 وذلك بواقع 570 وحدة سكنية في محافظة واسط بعد إخفاقات من الحكومة المتعاقبة في هذا الصدد يسر شركة رواد الاعمار الاستثمار العقاري أن تقيم حفلاً بناسبة إنجاز عدد من الدور السكنية كذلك إنجاز السندات التي سيتم توزيعها من خلال هذا الحفل كما تستغل للشركة هذا الحفل وتقدم بعض الهدايا للساكنين في مجمع حي الجامعة السكنية بصورة عامة وإلى بعض العوائل المتعففة والأيتام إن شاء الله هناك هدايا ومساعدات عينية ستقدم من خلال إدارة الشركة مستفيد من هذا المجمع وصار لستة أشهر ساكن في هذا المجمع والحمد لله وجود الخدمات كافة من ناحية البناء التحتية الكهرباء الحماية النظافة والناس من قصرين من هالناحية ممشين كل الأمور ومتابعين واستقبالهم لكل مستفيد بكل حرية وطيبة يعني ما عدتهم أي تقصير تحية حب واعتزاز للأخوة المساهمين في شركة الرواد الشركة التي ساهمت وأنشأت مجمع الرواد السكني الذي ساهم مساهمة فعالة في تخفيف أزمة السكن على مستوى محافظة واسط وحقيقة هذا مشروع استثماري ناجح ومن المشاريع الأولى التي هيئتها هيئة الاستثمار في محافظة واسط ونسأل الله التوفيق والنجاح للشركة والأخوة المساهمين في هذا المشروع السكنة هذا المجمع مجمع الرواد السكني مجمع هيجامعة السكنة بهذه المنطقة لأن أول شيء أنه وفرت أن السكن بأقصاد حكم تعرف أن الأكثر شيء نحن موظفين وأقصاد ثاني شيء المنطقة يعني مجاري المي النظافة الترتيب الكهرباء الكل هم أمن على حياتك حياة عائلتك بحياتك حياة عائلتك بمكان يعني ما يقدرون يدخلون وطلعون أي إنكان أي إنسان أنا مسكن في منطقة الكفاءات بس منطقتي وهوسة يعني الشارع 24 ساعة القهوسة هنا أنا لا بس ابن المكان يعني بس ابن المجمع يقدر يفوت بهذا الشارع خوش ونتمنى من المحافظة ومن الحكومة المحلية أن تدعم هيج مشروع ودعمه ونتوفر وتحل أزمة السكن بهيج مشاريع إن كان هو أو غيره ترجمة نانسي قنقر